من أرواح الكيكات اللي ممكن تجربوا من مكوناتها تمر والقرقاء وفيها ملاق ديال القهوة اللي كيعطيها مداق هائل جدا كجيه شيشة ورطبة وفتية بزاف مداق هائل نازل كيفضلوا تمر والقرقاء شي حاجة ووعرة كيجيل ديدة بزاف بسم الله على بركتي الله المكونات عندي ثلاثة ديال البيضات ممكن تكتافي بجوش ديال البيضات يكونوا كبار كاس ديال السكار كاس ديال الزيت والقليل من الملح ضروري كناخد الخلاط الكهربائي او تخدموا بطراب الكهربائي ليكم كامل الاختيار كنضيف الملحة الزيت 150 ملي وسكار 100 جرام مع ثلاثة ديال البيضات كما اذكرت لكم الى كانوا البيضات كبار ديروا غير جوش ديال البيضات كنخفق هال المكونات هم اللولين جيدا ضروري من الخافق الجيد حتى يولي القوام ديال هات الخليط هذا ابيض من بعد غضي نضيف باقي العناصر كما لحتوا القوام كيفاش كيكون كيبلي ها كا تقيل وكريمي عندي هنا كاس ديال الحليب عادي ونصف كاس ديال الما ضوط شي ملعقة صغيرة من قهوة سريعة دوبان وملعقتان كبيرتان من بودرة الكاكاو هنا غنعتكم اقتراح لما بغاش يدير هادا كاس ديال الما اللي في القهوة تستغنع عليه تماما وتخليو هال الحليب فقط دروري الوقت اللي كنديرو القهوة مع ذاك الماء كيكون شوية هكا سخون باش كتدوب القهوة ولكن منها هنضيفو على الخلاط كيكون برد تماما كنخفق كل شي مزيان كما لاحظو كنفرغها في ايناء عندي الطحين وجوج ديال الخمارات والمكونات هنا كيعتها للدرائعة لي هو القرقاء مسخنا شوية بالفران وهر الصغيبي ديال واتمر الكمية حسب الرغبة ديالكم خليت هنا هي الكاس اللي والديال الطحين بطبع الحال كيكون مغربل ممكن نحتاج وجوج مرات تغرب له وكنضيف الكاس الثاني ديال الطحين وكنستمر في الخلط ديال المكونات كاملة غير بواسطة الطراب اليداوي باش ما كتبقاش لنا الكويرات ديال الطحين عندي هنا الكاس الثالث كما لاحظو معي ثلاثة الكيسان لاني عندي فا نسبة سوائل كثيرة عندي الحليب والقهوة ضفت جوج ديال الخمارات في الوزن المجموع ديالهم 14 جرام كنخلطها كم زيان القوام ديال الكيك المعروف مخصرش تكون خفيفة بزاف مخصرش تكون تقيلة بزاف ممكن نضيفه في الاخير ملعقة كبيرة من الخل كتكسبوا رقم تمانية كيتكسب ما كتكتش عارفو ان الخليط تخدها الكيمية الكافية ديال الطحين هنا اه غادي نضيف القرقاع والتمر كما لاحظو ما درشو مش في الطحين يعني غادي نخلطهم زيان القوام عندي هو هاداك ما غاديش يهبطون نهائيا كما لاحظو معي في الاول كيبقاو في الوسط ديال الكيك ما كينزلوش في القاعة ديال المول الوقت اللي كينزلو كيكون الخليط ديال الكيك خفيف بزاف اخديت هاد المول هادا قياس نين وعشرين سنتيم دهنتو بالزبدة ورشتو بشوية الطحين وكن فرغ الخليط ديالي كنرفع دائما اليد ديالي الاعلى الفوق باش كندخلوها النسبة ديال لها واكتيرا في الخليط ديالك وندخل الفران يكون متوسط درجة الحرارة النار من اسفل فقط عدي نوجد صلصة باش غادي نزينها خديت هاد شكولات هادا ماشي ضروري ديرو انا استعمل هادا اقبال اتنين وسبعين في المية كاكاو كيكون شوية مر ممكن ديرو غير خبسة وخمسين في المية كاكاو ماشي ضروري دوبت هاداك ميات قرام ديال الشكولات وضفت لها شوية الحليب كام قانضر الحليب وانا كنخلط حتى حصل على السوس كيما لاحطوا معي القاوم ديالها كيكون هاكاك ملمس اللي ناعم وكتنزل معانا بكل سهولة فوق الكيك كيك ديالك يجي خقيف ورطب زينت هاداك السوس على الوجه ودرت شوية القرقاع يعني ها غابل انا رابيها القرقاع الداخل ودرت خطوط تكشي البقالية ديال هاداك السوس ديال الشوكولاتة ونخلي واكا سبرد شوية باش كتتماسك على الوجه ديالها ونقطعها ونوريكم بشكل ديالها راكا جلديد بزاف شيشة ورطبة مدق رائع جدا كيما ذكر لكم التزين كيبقى احتياري ممكن خلي واكاك عادية ممكن ديرو على الوجه ديالها غي شوية ديال سكار غلاسي ممكن ديرو لها غير المربا وديرو اللوز او القرقاع للوجه ديالها كيبقى لكم كامل الاختيار هنا كيما لحتو معايا القرقاع وطمر يعني الفوق ما هبطوش كاللقاع ديال الكيك لانا الكيك واخد الكيمية الكافية ديال الطحين يعني ديما الكيك ما كيهبطش نهائيا واي حاجة درتوها راكا تبقى في الوسط ديالك كما كيهبطش القحر ديال لاحظو كيما كجي رائعها وحتى المدق ديال كهوكاتيها لدى ممتازة وصحة ورحة اشتركوا في القناة